نيوزيلندا تنتصر على كورونا سفر إصابات وترفع كل القيود وتعود إلى الحياة الطبيعية ابتداء من اليوم بنسبة 100% إقامة الاحتفالات والمناسبات وفتح المقاهي والمطاعم ودور السينما وصلاة الرياضة ومراكز التسوق كل شيء يعود كما كان قبل كورونا باستثناء مراقبة الحدود أول دولة في العالم تقضي على الوباء وتصدر اسم نيوزيلندا ورئيسة الوزراء جيسندة أتريند العالمي لنجاحها في السيطرة على كورونا والجميع يبحث عن الوصفة عن سر النجاح وصد تزيد الأمل بإمكانية القضاء على الفيروس حتى بدون لقاح يوسف ألملا من السعودية كتب نيوزيلندا هل تحمل بشارة الخير إلى العالم بإمكانية مواجهة فيروس كورونا باتباع السلوكيات الوقائية السليمة مرور 16 يوما بدون تسجيل أي إصابة جديدة تعافي كل حالات الإصابة ولا توجد أي حالات نشطة هل وعي الناس هو الذي صنع الإنجاز؟ أخبار تدعو للتفاؤل إذا التزمنا نعود بحذر وفيما يقول يوسف أن سر النجاح قد يكون وعي المجتمع الدكتور إبراهيم المحمدي يرجعه لمجهودات البلد أيضا لرئيسة الوزراء تعلن خلو نيوزيلندا من تسجيل أي حالات جديدة من وباء كورونا الجديد وقالت أن العامل الأهم في تحقيق ذلك كان الإغلاق المبكر للبلاد خاصة عبر الطيران والحظر الذي استبر قرابة خمسة أسابيع لكن كل العالم قام بتدبير الأغلاق وتختلف شدتها من بلد إلى آخر وبطبيعة الحال سرعة اتخاذ القرار والالتزام به أثر على عدد الإصابات لكن قد يكون أيضا لنيوزيلندا خصائص أخرى طبيعية ساعدتها مثل عدد السكان القليل فاطمة بدناصر علقت نجحت نيوزيلندا في السيطرة على كورونا لأربعة أسباب تنطبق علينا في عمان ولكن إن قمنا بتطبيقها بحكمة فرض نظام صارم للحد من حركة الناس قلت عدد السكان في نيوزيلندا فهم لا يتجاوزون الخمسة ملايين مساحات شاسعة وعدم وجود المدن كثيرة الاكتظاظ بالبشر وتعاون الشعب بشكل مذهل لكن هذا الأمر لا ينطبق على الكويت مثلا ميزة أخرى تداولتها الصحف العالمية بشكل واسع كل الدول التي أثبتت نجاحها في السيطرة على الوباء تحكمها نساء يونس الأخزمي كتب يبدو هي حقيقة ومستمرة إلى اليوم الدول التي تحكمها نساء هي الأكثر استعدادا للتعامل مع كورونا الأقل وفيات نيوزيلندا، ألمانيا، الدنمارك، فنلندا، النرويج وغيرها وبحسب مجلة فورس الأمريكية للأعمال فإن القواسم المشتركة للحاكمات هي الحقيقة، الحب وكذلك التكنولوجيا والحسم فما رأيكم أنتم؟ ليان تؤيد الفكرة بشكل كبير ونشرت صور جاسندة وعلقت عليها فخر النساء رئيسة نيوزيلندا تعلن أن الحالات النشطة لكورونا عندهم صارت سفر شاركنا برأيك، ما هي أسرار نجاح تجربة نيوزيلندا؟ وهل تتوقعون أن عديد الدول ستمشي على خطاها ويقضي العالم قريباً على الفيروس دون إيجاد اللقاح؟